بقولك يا ميدو. نعم. انا عايز احزف حسابي على التيك توك حزف نهائي. مفيش طريقة. طبعا في طريقة. من خلال فيديو اليوم اعرفك ازاي تحزفي حسابك على التيك توك حزفي نهائي. طيب قبل ما نبدأ ونشوف شرح اليوم. لو حضرتك اول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب. اكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس. علشان يوصل لحضرتك كل جديد. واتمنى من كل اخوتي واصدقائي مشاركة الفيديو علشان المعلومة توصل لغير. وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة. اول حاجة هنعملها مع حضراتكم مباشر هنفتح التيك توك. هضغط هنا من تحت على الملف الشخصي. وبعدين التلات نقاط من فوق على اليسار بالشكل ده. هتظهر لنا القايمة ديت. هنختار من القايمة ديت الاعدادات والخصوصية. اخر اختيار. وبعدين اول اختيار اللي هو اسمه الحساب. هضغط على الحساب بالشكل ده. وبعدين تعطيل الحساب او حسفه. وبعدين هتفتح معنا وجهة تانية هنختار سبب التعطيل. هنا هنقول له حسف الحساب نهائيا. اخر اختيار حسف الحساب نهائيا. بعدين هنختار سبب التعطيل. هنا هختار اغادر مؤقتا. وبعدين متابعة. وبعدين هتفتح معنا صفحة تانية. هوافق على الشروط. يعني هضغط على الدايرة ديت من تحت. وهوافق على الشروط. واعمل متابعة بالشكل ده. هنا بيقول للانذار الاخير. يعني انت يعني مدرك للي انت بتعمله. هقول له ايوه. حسف هذا الحساب نهائيا. هقول له ايوه. متابعة. هيبعت لحضرتك كود على الايميل اللي مرتبط بالحساب. يعني دلوقتي هو بالفعل ارسل كود مكون من ستة ارقام. بيوصلك على الجيميل نفسه. اللي مرتبط بالحساب. بتفتح الجيميل. بتلاقي الكود. بتنسخ الكود وتعمله اللصق. بيقولني هي بيقول لحضرتك ساعدنا في التأكد من هويتك. بعد كود ستة ارقام. بناخد الكود. نعمله لصق هنا في المكان ده. وبعد ما نعمله لصق. هنقول له حز في الحساب. دي مش هتنور غير لما تكتب الكود صح. اللي هيوصل لحضرتك على الايميل. وبعد ما حضرتك بتكتب الكود سيتم حسف حساب التيك توك نهائي. وبكده يكون انتهى شرح اليوم. اتمنى ان انا كون افدت حضرتك ولو بمعلومة. ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك. اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملابيني! ملابيني! ملابيني!